محمد صلاح نروح لخبر اخر خالد مرتاكي رئيس بعثة النادي الاهلي قال ان هو كلم بلاتر انتو عارفين بلاتر هناك فجل بلاتر قال له نبأ بلاتر بعد اذنك يعني لانه طبعا هو في لجنة الاندية الاتحاد الدولي فقال له نبأ حاج بلاتر خد بالك بس عشان فيه الكاتن طربوزيد بيتدخل فيه الاندية وكده يعني فبلاتر قال له لا ما تقلقش فالنهاردة بناء على حوار المهاتس خالد مرتاكي مع بلاتر النهاردة النادي الاهلي بعت جواب رسمي يشكو فيه طاهر ابو زيت ووزارة الرياضة بسبب تدخلها الفج في الاندية المصرية والنادي الاهلي ما قدرش يبعط دايريكت الاتحاد الدولي فهيبعط عن طريق الاتحاد المصري اللي هيبعط الجواب ده الاتحاد الدولي وهو اساسا المهاتس خالد مرتاكي يعني بلغ بلاتر يعني والراجل وعده ان ما فيش الاتحارة وزيت مش هتدخل يعني ويعني كان لازم برضو مهاتس خالد مرتاكي يروح مزود حتتين كده يقول له نابا بلاتر احنا عايزين نقعد يعني بلاش البند التامن سنوات دا ارجوك يتلغي يعني هي قصة البند التامن سنوات دا رخم واعنا عايزين الجماعة العمية بتاعتنا هنجي مع الجماعة العمية تلاتة اربعة تلاتف واحد هيجو وهيلغو موضوع البند التامن سنوات هيتوقع هنخش الانتخابات ونفضل يعني 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 ليه بند التامن سنوات كان مفروض يقول له كده طيب لين احنا في النهاية يا جماعة ولا قصة بقى مندور على مصلحة رياضة ولا مصلحة ما عرفش مين ولا واقح الرياضة كلام اللي هو بيتقال دا اشتركوا في القناة